وقع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال الإلكتروني المرئي وسعادة السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون مذكرة تفهم بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء بحضور سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وبهذه المناسبة أشهد سعادة وزير الخارجية بالتعاون القائم والمستمر بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف ومقاصد هذه المنظمة الدولية منوها بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للمشاريع والبرامج التي تنفذها مملكة البحرين وبالأخص في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مثنيا على التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تبدل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء بما يخدم الأهداف السامية للجانبين لتقديم العاون والدعم للاجئين في دول منطقة الشرق الأوسط من جانبه عبر سعادة السيد خالد خليفة عن تقديره للشركة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها وهيئاتها المتخصصة والتي تمتد لعدة سنوات مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين هي دليل واضح على التعاون الإيجابي القائم بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية وسوف تسهم في تعزيز جهود المفوضية في تقديم الدعم والعون للاجئين في دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر